اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الزبدة والمارغارين سوف نضع الزب على الحمام وفي كل مرة قلبها حتى تشوفوها ضبط ننتقلوا لتحضير العجينة ما بين الزب لنا الكاب بريس اللي نفرغوه في الريسيبيون كمية المارغارين 100 قرام هذية الكمية سوف تخرج لكم كمية اللي بأس بها نضيفوا لها كمية السكر اللي قلنا 40 قرام واللي هنا ما نحتاج بيضة كاملة نحتاج فقط نصف بيضة نحركها شوية هذية البيضة ونقسمها الى نصفين هذية اللي جينا مجيش فيها الاخمارة سوف نضيفها في الصواني نضيفوا الاخمارة بعدك راح تتنفخ لكم نضيف نصف بيضة نضيفوا لها ملعقة تكون صغيرة مناطر الكاراميل تحبو السابن عدر الكاراميل ولا تقدروا تعوضوه ملعقة فانيليا لكم الاختيار بعد ما تحطوا كل مكونات تبدو تحركوا في كل المكونات بيديكم خليل جينا مهي شي متعبة حطوا كل مكونات ضربة واحدة وحركوا حتى تشوفوهم انسجموا خاصة تكون لنا المارغارين قرية راح أساعدكم في الخدمة حركم لي حتى تنسجم كل المكونات أنا ديما نحب نودكم بوصفات تكون خفيفة وسهلة راني على بالي لما خدمة ديما تجور تحوص على وصفة سهلة ومتديش لها الوقت خاصة تكون عندها مناسبة ولا اعيات اللي هنا نتأكد انه كل مكونات انسجمت في هذي المرحلة نبدأ نضيف الفرينة اللي هنا ابدو لمفاهة تدريجيا حتى تشوفو رجينتاكم تلمت هذي الكمية التامية طغام تخرج لكم كمية لبأس بها خاصة انه ما نشح نديرو حبة فرم الحبة وما قلت تديرو فها الخمارة خطاش كنتديرو الخمارة راح تطلع لكم باك الاجينة في الصواني وتغير الشكل تاها وتولي مهيش ملاحة نبدأ نضيف تدريجيا الفرينة حتى نتحصل الاجينة تكون متماسكة هذا هو القوام التلاجينة من تحت مشتيب سهوة يسر بالفرينة هذا هو الصواني نبدأ نشكل الكويرات تحبو استعمل الكويرات ولا تقدر تزول لاجينة وتبدو تحطوها في الصواني تم ملاحظة كان بعض الاخوات يقول لك الصواني انا ندهنهم هذي الصواني ما تدهنهم ما ولوك تشروهم اول مرة حطوهم في الفرن حتى يسخنوا مليح والبديكة ابقى يستعملهم في كل مرة عادي واللهنا ما تغسلهم شبل الماء بعد ما يطيبوا بعد ما نطيف فيهم لاجينة احكموا امسحوهم فقط بالطرشونة ما يصررهم ويلو وما يلصقوا الكمش ونبدأ اللي انا نشكل لاجينة تايه في الصواني بهذا الشكل والزوائد ننحوهم باليد اللي انا مطلقوهم ش بزيف مش ميتكسروش ليكم ها هي كيف هي تكون لاجينة بزيف ملاحة راح تنزل لكم كمية لبأس بها خلوها فقط تطريع ما تبسوهش بلاجينة دي ما تخدموه بيضيكم لاجينة حتى باش يخرج الشكل تاع الصواني في نفس الوقت راني مش على الفرن مش كيندخلوا الحلوة تانا لازم تكون فرن تانا سخون انا نكمل كامل لاجينة نحطها في الصواني ونحطها في البلاع انا كملت شكلت كامل لاجينة اللي عندي تعمية غرام درتها في الصواني وحطيتها في البلاع راح نحطها الطيب برن الطيب نخرجها ونوريها لكم ونكملوا مع بعضانا الحشوة شوفوا اللي انا كيف هذيبت الكبريس مع الزبدة هاخدوا القوام بتاعها اللي انا نجيبوا كمية من حلوة الطرق اضطاها بزيف بالنان نفتتها شوية بيديل ونضيفوا لها كمية من الكوكيو المحمص ومرحي نبدأ نحرك هذيك الكبريس مع حلوة الطرق والقليل من الفول السوداني ولا الكوكيو والمحمص حتى نتحصله على حشوة جيب بزيف بنينة هذه الحشوة لازم فقط نتأكد انها كل المكونات دخلت مع بعضها وانسجمت اللي انا تقدروا تزيدوا حتى الاقطاعيب هذه الحلوة تعطيها بزيف بالنان اللي انا راح نسجمت نتوقفوا بهذا الشكل المكونات نضيفوا ملعقة تعم عجون للخليط ونحركوهم لي حتى ينسجم مع المكونات كامل هذا هو القوام للحشوة اللي تتحصلوا عليه ما يكون شيئ بس الان لاجينا راح يطابط خرجتها بكل سهولة من الفرن لا تحمروها بزيف ونبدأ نحط هذه الحشوة اللي انا بهذا الشكل اللي راح تشوفوا فيه مباشرة نقلبها ونحطها في الكوكيو ونسجمها أطرافها بهذا الشكل كلامسة أخيرة نجيبوا الورد اللي انا الورد المجفف ونحطوه بهذا الشكل فوق الحبة نزيد حبة أخرى معكم للتزين نحطوا الحشوة شوفوا الحشوة كيفية جي ترية وجي بزاف بنينا نحبيت هذو ما الحبيت يكونوا صغار تال حلوة وانتو ما تقدروا تستعملوا أي حشوة أخرى بعد ما تكملوا تحطوها ترشوها بالكوكيو لمحمص ومرحقشين ولا تحبوا رقيت كما استعملتنا وفي الأخير تزينوا بالولد تقدروا تستعملوا حتى لسوريز يجو بزاف مليح لهذه الوصفة وهذا هو الشكل تال حبة نكمل كامل الحبيت بنفس طريق هذا هو الشكل النهائي لحلوة اللي درناها منها اليوم كانت حلوة جد بسيطة بمكونات اقتصادية دنينا هذه الحلوة اللي راكم تشوفوا فيها وستعملت الورد انا حبيت شوية نعطاها شكل راقي وإذا كنتم انتم احبينها غير رهبية حلوة تشربوا الشي تقدروا تكتفوا وبتزين بسيط وتديروا الكوكيو مع الجوالب ولا ما تديروش خلاص كل واحد وشي يفضل ان شاء الله الفيديو يكون أعجبكم مالكم غير تبرتجيوها عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس بحي يوصلكم جديدي نتلاقيه في الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة